بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الدنيا دار ابتلاء واختبار والله يختبر الناس بالشدة والرخاء وباليسر والعسر فمن رضي بقدر الله تعالى بما فيه من اليسر والعسر والسراء والضراء فقد فاز ونجح في اختباره ومن طلب اليسر دون العسر والغنى دون الفقر ولم يحتمل ابتلاءات الله تعالى التي ابتلاه بها فقد خسر وخاب وفي هذا الجزء من القرآن الكريم ترد آيات تتحدث عن مثل هؤلاء الناس يقول الإمام الضحاك كان ناس من قبائل العرب ومن حول المدينة من القرى كانوا يقولون نأتي محمدا صلى الله عليه وسلم نأتي محمدا فننظر في شأنه فإن صادفنا خيرا ثبتنا معه وإلا لحقنا بمنازلنا وأهلنا وكانوا يأتونه فيقولون نحن على دينك فإن أصابوا معيشة فيها الرغد ونتجت خيولهم وولدت نساؤهم الغلمان اطمأنوا وقالوا هذا دين صدق وإن تأخر عنهم الرزق وأزلقت خيولهم وولدت نساؤهم البنات قالوا هذا دين سوء فانقلبوا على وجوههم نسأل الله السلامة وعن سيدنا بن عباس رضي الله عنه قال الفتنة البلاء كان أحدهم إذا قدم المدينة وهي أرض وبيئة فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهرا حسنا وولدت امرأته غلاما رضي به واطمئن إليه وقال ما أصبت منذ كنت على ديني هذا إلا خيرا وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان فقال والله ما أصبت منذ كنت على دينك هذا إلا شرا وذلك الفتنة وعن مثل هؤلاء يقول ابن زيد هذا المنافق إن صلحت له دنياه أقام على العبادة وإن أصابته شدة أو فتنة أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر أعاذنا الله وإياكم من ذلك وتبين الآيات أن مثل هؤلاء خسروا دنياهم لأنهم لم يظفروا بحاجتهم منها وخسروا آخرتهم لأنهم معذبون فيها بنار الله الموقدة وتلك هي الخسارة المؤكدة والهلاك المبين وقد وردت ثلاث آيات في هذا الجزء لنذكر أحبابنا الكرام أرقام الآيات واسم السورة الكريمة والحمد لله رب العالمين